أطلق علاء فاروق وزير زراعة واستصلاح الأراضي وإريك عشان مدير مكتب منظمة العمل الدولي في القاهرة أطلق دراسة احتياجات البنيان التعاونية لمكافحة عمل الأطفال في سلسلة توريد القطن في مصر تهدف هذه الدراسة إلى تقييم قدرات التعاونيات الزراعية على مكافحة عمل الأطفال في سلسلة توريد القطن المصرية تم تنفيذ هذه المبادرة كجزء من الجهود الأوسع من أجل تعزيز القدرات التنظيمية وتشغيلية للتعاونيات الزراعية ولتفعيل دورها في مكافحة عمل الأطفال أكد أيضا وزير زراعة أن الدولة المصرية مستمرة وماضية قدما نحو تنفيذ أهداف الخطط الوطنية لمكافحة تظاهر تشغيل الأطفال وفقا لستراتيجية دعم الأسرة 2018-2025 وبيتعاون مع منظمة العمل الدولية وأكثر من 17 جهة حكومية وطنية برئاسة وزارة العمل المصرية ترجمة نانسي قنقر